النادي الاهلي في 2019 برضو بشكل مختلف رقمياً بحيث ان احنا نقدر نستعرض يا احمد اجمالي النادي الاهلي المباريات اللي خطها في 2019 في مختلف البطولات النادي الاهلي في بطولة الدوري لعب 22 مباراة فاس 18 تعادل 2 خسر 2 سجل 38 هدف واستقبل 11 في 2019 كان موسمين من الدوري متلحمين عشان كده هتلاقوا احنا كتبين دوري مرتين خمس مباريات في الدوري الاخير فاز خمسة وسجل 17 واستقبل هدف هتلاحظوا تباين الخمس مباريات اللي في الموسم الجديد هم مع ريني فيلور فاكيد النتائج مختلفة تماماً سواء في قوتك الهجومية او استقبالك للأهداف دوري الابطال النادي الاهلي برضو في 2019 كانت المباراة بتتشابك في بطولتين لعب 8 مباريات دوري ابطال افريقيا 2018 2019 فاز 4 تعادل 1 خسر 3 في دوري الابطال 2019 2020 لعب 6 فاس 5 تعادل 0 وخسر 1 كاس مصر برضو بطولتين لعب مباراة في الموسم الكاس الماضي خسرها اما كاس مصر 2019 لعب مباراة فازها البطولة اللي لسه مقامة السوبر المصري حققناه على حساب الزمالك من مباراة واحدة الإجمالي الاهلي لعب 44 مباراة فاز 34 مباراة تعادل 3 خسر 7 سجل 94 واستقبل 26 وهي بالمناسبة ليست أفضل مواسم النادي الاهلي اللي نتمنى ان في رأيي الموسم الحالي 2020 نحقق فيها طموحات مختلفة جداً يحب نتمنى ان شاء الله ويمكن كمان نتائج دور الأبطال 2019-2020 مختلفة تماماً عن 2018-2019 والحمد لله يعني حتى يمكن الناس بتتكلم عن فكرة النادي الاهلي اللي هي بعشر مجرات مدخلش مرمغر هدفين وده بيدل على منظومة النادي الاهلي مش بس الدفعية المنظومة ككل اللي هي زي ما تقال ان انت مش هتقدر تهاجم النادي الاهلي لكن نيجي بقى الهدافه النادي الاهلي عام 2019 وعلى رأس هدافي النادي الاهلي عام 2019 الكابتن حسين الشحات اللي أتم تحديداً سنة مع النادي الاهلي هو طبعاً كان جاي في بداية يناير 2019 سجل 14 هدف ويمكن احنا ذكرنا ان الاهداف تحت ولاية ريني بايلر كانت هي الأكثر يالي حسين الشحات الكابتن وليد أزارو اللي سجل 12 هدف ثم يليهم الكابتن علي معلول 11 هدف والكابتن علي معلول خد نصر عام 2019 عندنا بعد كده جونيور أجايب 9 أهداف رمضان صبح 7 أهداف كانت قابلة للزيادة لولا الإصابة تحديداً في براية شهر 12 وعندنا حمدي فتحي 5 أهداف وليد سليمان 7 أهداف منهم 5 أهداف في الموسم الجديد من الدوري وعندنا حمدي فتحي 5 أهداف وكريم ندفد 5 أهداف اللي كريم ندفد إصابته من إبريل نتمنى العودة السريعة لأن كريم ندفد في الوقت الحالي النادي الآلي فأشد الهتاج ليه هو بدأ دلوقتي يعمل تمجاري حوالين الملعب وإن شاء الله نتمنى تكون الإصابة تنتيه بسرعة ويرجع تاني لأن بالفعل هو إضافة قوية جداً لوسط ملعب النادي الآلي وإحنا شايفين الروتيشن اللي بيتمه الإقافات والإصابات فنتمنى عودة كريم ندفد وبرضو بمبارك للكابتن علي معلول على نصر عام 2019 ويمكن ده طبعاً اتفق مع غالبية أراء الجماعير واللي استعرضناه هنا في الأهل خط أحمر إن علي معلول هو أفضل لاعب في 2019 لنادي الآلي في لعبين آخرين يستحقوا إن احنا نذكر مجهودهم الأكثر مشاركة على مدار 2019 نستعرض اللاعبين اللي كان لهم المجهود الأكبر في سنة 2019 كان عمر السلية 42 مباراة أيمن أشرف 42 مباراة محمد الشناوي 41 مباراة علي معلول 40 مباراة حسين الشحات 40 مباراة جونيور أجاي 37 مباراة ورمضان صبحي 36 مباراة وبكده نكون فعلا في الحصاد يحمد ما سبناش للناس حاجة تناولنا كل حاجة تخص النادي الآلي على مدار عام 2019 ولكن يبقى حد مختلف خالص خارج دائرة الحصاد دايما ولكن شفنا إن لحق علينا إن احنا نذكره لأنه هم جنود مش مجهولة ده جنود المستعبال يحمد هم صراوات النادي الآلي لكن الحقيقة نحب بس أعقب على الأكثر مشاركة هنلاقي الكابتن حسين الشحات والكابتن علي معلول وجونيور أجاييه وكابتن رمضان صبحي تحديدا ده للنادي الآلي دعم بيهم طبعا كان جونيور أجاييه مصاب علي معلول كمان مصاب ورجعه في شهر يناير وكمان الكابتن حسين الشحات والكابتن رمضان صبحي كان رجع برضو في شهر يناير وده بيدل على إن الانتقالات الشتوية للنادي الآلي من أنجح الانتقالات الشتوية اللي حصلت في مدار تاريخ النادي الآلي وفرقت كتير جدا مع السنة كاملة مش الموسم بس نيجي بقى لصروات النادي الآلي واقطاع الناشئين في النادي الآلي اللي دايما هتلاقي